حدث في أسبوع الثورة الأحد الثلاثين من يونيو 2013 في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة احتشد ملايين المتظاهرين في الميادين الكبرى بالقاهرة وعواصم المحافظات رافعين الكرت الأحمر للرئيس الإخواني محمد مرسي في مظاهرات وصفتها وسائل الإعلام الدولية بأنها الأكبر في تاريخ مصر وفي اليوم الموعود قال مصدر عسكري إن رسالة ملايين المتظاهرين لم تصل إلى القيادات الإخوانية بعد ودعت حركة تمرد إلى العصيان المدني الشامل ونظم الفنانون والمثقفون مسيرة انطلقت من مقر وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر وصولا لدار الأوبرا رافعين فيها قباقيب رمزية للسخرية من مصير الإخوان ورئيسهم وحاصر آلاف المتظاهرين منزل مرسي في التجمع الخامس رافعين شعار إرحل يا فاشل وعبر المتظاهرون عن غضبهم بإحراق بوابات مقر قيادة الإخوان بالمقطم وتسابقت الصحف الأجنبية في طرح السيناريوهات تتوقع مصير مصر بعد الثلاثين من يونيو وتعددت المنشتات المصريون فقدوا الثقة في رئيسهم المنتخب الجيش المصري لن يبقى صامتا لفترة أطول ترجمة نانسي قنقر